أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا أممم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويبتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك عم المفلحون فمن الناس من يشتري لهما الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها مزوا تلايج لهم عذاب مهين فإذا تدلى عليه آياتنا وللا تستكبرم كأن لم يسمعك أن في أذنه وقرم فبشره بعذاب يليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا فهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عبد ترونها ويقى في العرض رواسي أن تميل بكم وبد فيها من كل داب وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الغالبون في ظلال مبين فلقد آتينا لقمان الحكمة لشكر لله فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن جفر فإن الله غني حميل فإذ قال لقمان لابنه وهو يعيد يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا لإنسان وإنسان بوالديك حملتك أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ومن يشكر لي ولوالديك إلي المصير فإن جاهدات على أن تشرك بما ليس كبير علم فلا تطعوا ما وصعدوا ما في الدنيا معروفا فاتبعوا سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجوكم فأنبئكم مما كنتم تعملون يا بني إنا إن تكن إثقان حبة من خردن فتكن في سحرة أو في السماوات أو في العرض يأتي بها الله إن الله نطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأكبر بالمحمع روح وابلع للمنكا واصفر على ما أصابك إن ذلك من عزم الهدور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مكتال بخور واغصر في مشيك وغضو من صوتك إن نذكر الأصلاف لصوت الحميل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأستوى عليكم نعمة غائرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدع ولا كتاب مدير فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعون إلى عذاب السعين ومن يستغل وجهه إلى الله وهو محسن فقد استنسك من عروة الوثمان فإلى الله عظمة الأمور ومن جفر فلا يحزن جفر إلينا مرجع فننبههم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نغطرهم إلى عذاب الوليض ولئن ساتهم من خنم السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد فلو أن ما في الأرض من شجرة أرناب والبحر يبدو من بعده سبعة رحيم ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النار ويولد النار في الليل وسفر الشمس والقمر فلن يجري إلى جن مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يكون من لدونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تدري في البحر لنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك آيات لكل صبار وشكور فإذا وشعهم موت جغل لإدعوه الله لصيد له الدين فلما نجعهم إلى الدن فمنهم مقتصر فما يجعد لآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي ما لذنعه ولده ولا مولود وجاز حبانه شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل العين ويعلم ما في الأرحام فما تدري نفس ماذا تكسي ودا فما تدري نفس بأي عضي تموت إن الله عليم خبير وآياتنا لذن Doing شكرا